تايم عودناكم في رقم 10 احنا بنحب نبص برا بنحب نشوف الناس بتعمل ايه برا مش عيب مش عيب الناس اللي متقدمة في الكورة واللي خدوا خطوات ابعد مننا شوية في الكورة نسمع منهم هم بيشتغلوا ازاي نشوف معاهم هم بيشتغلوا ازاي عشان كده النهاردة وهبدأ بيها حلقتي معانا مداخلة في منتهى الاهمية اول مرة على شاشة مصرية هيكون معانا واحد من اصحاب القرار المهمين في واحد من اهم دوريات العالم دلوقتي هيبقى معايا اندريا باتي رئيس لجنة المسابقات الحالي برابطة الدوري الايطالي يا فندم مساء الخير حضرتك مشرف ومنور سعداء بيك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا كثيرا اني سعيد ومبسوط جدا بهذه الدعوة الجميلة شرف لنا كبير وعايز اقول لحضرتك ان الشعب المصري كله الجمهور المصري كله يعشق الكرة الايطالية وسعيد بعودة الكرة الايطالية كدوري روايدا روايدا للاجواء وللصورة مرة اخرى واضح ان فيه شغل كبير جدا بيتعامل الفترات الاخيرة بكل تأكيد هذا الدوري الايطالي هو على المستوى العالمي لديه لعيبة كبار يأتون عند الدوري الايطالي يكونون يشكلون دوري ايطالي كوي جدا والدوري الاوروبي ايضا ولكن روما استطعت ان تكسب السندة الاخيرة في الكوباليك والجميع يكون واسق ان يرجع مرة اخرى بالتحدي وبالباقي المسابقات الاوروبية شيء مهم جدا ايضا فوز اسي ميلاند هذا العام بيئة الدوري الايطالي قبل انتر كمان فاز بالدوري الايطالي بعد سنوات كان احتكار واضح ليوفينتوس هذا دليل على عودة قوة المنفسة في الدوري الايطالي انا اعتقد بكل تأكيد ان هذه اللحظة في ايطاليا يوجد كثير من الفرق المحاربة القوية ازهروا الدوري الايطالي بقوة وبشدة كبيرة حربوا حتى اليوم الاخير في هذا الدوري الايطالي اليوفي سوف يكون لديه الاصلحة القوية في الموسم القادم لا يريد ان يفعل مثل ما فعل هذا السنة ونستطيع ان ننسى نابلو والاتسيو وروما الفرونتيرا والاتلانتا انهم فرق قوية وايجابية جدا ولايها درجة عليها جدا للمحاربة داخل جميع الاندية القوية ننتظر العام القادم جميع الفرق تكون بقوة شديدة جدا السؤال القادم ليك هو يخصينا هنا كمان في مصر نستفيد من خبرات الدوري الايطالي بكل تأكيد كيفية تنظيم مباريات الدوري الايطالي مع الضغط الكبير جدا في المباريات في بطلات اوروبية مختلفة ومباريات متلاحقة وكل ده يمكن يرهك كثير من اللاعبين والفرق كيف تواجهون كل هذه الظروف في الدوري الايطالي دون اعتراضات من الاندية احسان طوالي اتشارك 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 اتش سهل جداً عن كما تعتقد أنه تبقى للجدول التاريخي الموجود داخل البلد نلتقي بهذه الأجندة الخاصة بالأدنية وبالفرق مع الفرق المحلية والفرق الدولية ونحاول أن يتم لعبة هذه الفرق يوم السبت بالإمكانية الكبرى لأنه تكون تحت ضغط هذا التقويم هذا التاريخ بالأخص في شهر ديسمبر لكن كله شيء عادي في النهاية نستطيع أن ننجزه سوياً دون أي مشاكل دون أي مشاكل هل هناك أندية إيطالية تطلب في أي وقت تأجيل مباراة لها بسبب الإرهاق مثلاً؟ الأندية تلعب جميع المباريات لا يستطيع أن يتم تأجيل لهم لمجرد الرحاق أو التعب بالأخص للفرق القبيرة لأن الفرق القبيرة لديها عدد كبير من المباريات يتم لعبها لا يتم تأجيل أي مباراة لهم هل فيه ظروف خاصة جداً ممكن تجعلك تؤجل بعض المباريات لبعض الفرق؟ ظروف كهرية مثلاً؟ بالفعل نحن نحاول أن نلعب المباريات في موعدها لا يتم تأجيل أي مباراة نحن مكيضين بعدد المباريات التي يتم تنسيقها وكتابتها خلال الجدول لهذا العام طيب هل قامت مباريات للمنتخب الوطني الإيطالي؟ هل تطلب أي من الفرق تأجيل بعض المباريات بسبب مباريات للمنتخب أو معسكرات للمنتخب؟ ولا كل ده بيبقى تحت التزام الأجندة الدولية؟ عندما تلعب المنتخبات الدولية للعالم كله هي متخصصة لألعاب لا يتم تأجيلها ولكن الأندية المتخبات الدولية لا يتم في وقتها لعب الأندية الأخرى أنا بس عايز أقول حاجة اعتراضية كده عشان تطمن يعني أنا بسألك الأسئلة دي اللي كانت تبدو غريبة بالنسبة لك بس هي مشاكل نعاني بينها هنا فأنا بحاول بس أنقل السورة الصحيحة الدوري كبير زي الدور الإيطالي كيف يعملون عشان نستفيد يعني يوسفني سماح هذا لكن لو احتكوا إلى أي مساعدة فأنا أستطيع مساعدتكم شكرا جزيلا طيب بالتأكيد عايز ألك على الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي أنت تعلم وأنا أعلم ونحن كنا عشاق للدوري الإيطالي دائما على مدار سنوات كان الدوري الأقوى في العالم كان الدوري رقم واحد في العالم لماذا تراجع الدوري الإيطالي أحيانا خلف الدوري الإنجليزي وأحيانا أخرى خلف الدوري الأسباني ومدى يعود الدور الإيطالي هو الأقوى في العالم في آخر مسابقات لنا إيطاليا إيطاليا كسبت مسابقة ما كسبتهاش من 50 سنة استطعت أن تكون رقم واحد في أوروبا وهو شيء هام لنا ومسابقة كأس أوروبا نحن في مسابقات الأولى لأنها استطعت أن تقبل بعض الأندية واللعيبة لأن في هذه الدولة يوجد عديد من اللعبين المشهورين ومسابقة أهمية كبيرة أسبانيا لديها إبتاد عن كريسيانو رونالد وميسي كانت نتيجة مردية جدا بعدما رحلوا عن أسبانيا ورتقوا إلى مدن أخرى كان لديهم لشيء ورؤية واضحة في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا إحنا لدينا بعد التنمير الداخلي للأندايا لدينا ولكن نستطيع أن نحارب ونرجع مرة أخرى ونحن في مجال التصحيح مرة أخرى على تقليل هذه المسافات البعيدة ونحن متأكدين من أنفسنا نحن متأكدين من أنفسنا لرجوع مرة أخرى للمحاربة طيب سؤال القاضي بماليك هو سؤال عام بعض الشيء ولكن هنا في مصر نحن بصدد إنشاء رابطة للأندايا هذا العام لأول مرة رابطة للأندايا تدير الدوري الممتاز وبالتالي أريد سألك إيه هي اختصاصات رابطة الأنددايا في الدوري الدوري الإيطالي الاختصاصات بشكل عام أو أبرز الاختصاصات NATIDITY 無قاااااااااااااااااا Pep شكرا لذلك في السرية الملائي جلوب الرئيسية إنهم أجل الموضوع يشفّون مجموعة الاندية التي تلعب في سرقة هي تعكس مدى هذه البلد لإيطاليا هي بلد جميلة جدا جدا وتستطيع أن تنتج كثير من اللعبين الأقوية هو مكان حيث العالم كله يريد أن يلعب في إيطاليا لأنه سوف يكون محظوظ أن يلعب في هذه بالأخص في الشمال والجنوب لأنه بيحكو على كل تاريخ جميل لهذا البلد لأنه يستطيع أن يلعب في روما، ميلانو، ديرونا، جينوفا ويستطيع أن يلعب في بعض المدن كما في رنسا لأنه هذه مدن تاريخية جميلة وشأن جميل وأيضا وأيضا نحن بلد غنية بالتاريخ كرة القدم الإيطالية في العالم كله نحن فريق استطيعنا أن نساهم في تنشير وأن نحصل في المجال الأول في مجال كرة القدم في أوروبا والعالم وأحنا كسدنا كثير من كرة الدهب الزهبية نحن جزء أساسي من كرة القدم العالمية نحن نقدم نحن نقدم طريق وعدات وتقاليد للمستقبل لكن في الأول هذه الليجة لنتعني شأنه الآن هي هي طريقة جميلة للمستقبل مستقبل جميل مستقبل سوف يكون مناسب للجميع نحن فخرين بأنفسنا جدا من الماضي لنا والحاضر أيضا والمستقبل طيب أنا عشان يبدو سؤالي لم يفهم المرة الأولى هقوله بشكل مباشر جدا إيه هي أبرز اختصاصات رابطة الدوري الإيطالي بالنسبة لإدارة المسابقات إدارة التحكيم إدارة البس التلفزيوني إيه أبرز اختصاصاتها كنا أو يعني لكون إحنا لسه بنبدأ فكرة رابطة الأندية هنا في الدوري المصري نستفيد شيء ليس سهل جدا دون أن تعرف الموقف الحالي لديك دوري وأنديا عندكم متخصصين يستطيعون أن يستطيعون أن ينقشوا وينزموا بعض العمل والتواريخ والمدرين الفنيين أيضا الذين يتم عملهم لكن لديكم هكتر كوبر المدني الفاردي لديكم فريق قوي جدا كون محمد صلاح أنتوا بلد مهم جدا جدا بالأخص في تاريخ لكم تاريخ كبير في تاريخ كورة القدم المصرية مثل دوري الإيطالي مثل جميع الدول العالمية ممكن يتم مناقشة وتبادل هذه الأراء وهذه التكنولوجيا ما بين نحن من وقت لآخر في احتياج أن نتعلم من الآن للآخر إذا كان لدينا إمكانية للتعليم آه يعني حضرتك دلوقتي بتقولي أنه ما فيش مانع في التعاون ما بين رابط الأندية المصرية ورابط الأندية الإيطالية لو طلبنا المشهورة مظبوط أنا كده فهمت صح؟ لا لا أفهمت طبعا بكل تلك أكيد مرحبا بكم شرف كبير لنا أكيد طيب سؤال القدم لك بما أنك ذكرت محمد الصلاح هل تتوقع تتمنى عودة محمد صلاح في الدول الإيطالي وبداية تقلق محمد صلاح تحديدا ببرونتينة وإس روما هل تتوقع عودة محمد صلاح مرة أخرى للدول الإيطالي؟ أعتقد أن السلاح لاعب مهاري جدا هو لعب غير عادي هو يصنع الفارق الآن هو يعمل بعمل ناجح كبير جدا في ديفرقول الآن ولكن لو رجع ولكن لو رجع ولنطر أخرى لما كان شاب في الدور الإيطالي ساب فرق نقطة كبيرة لدينا ونحن طبعا سوف يكون لنا الشرف كبير جدا لسرية آر أن يكون هذا اللعب المصري في الدور الإيطالي خص سوف يكون لنا عزيم الشرف أن يرجع مرة أخرى في سرية آر ياريت وبالمناسبة لماذا الدور الإيطالي أصبح غير جازب للنجوم عكس الماضي في الماضي كان الدور الإيطالي نجوم العالم أفضل أساطير العالم يلعبون في الدور الإيطالي لماذا تعد لحد ما نجوم الكرة في العالم عن الدور الإيطالي ساب لم أفهم لماذا 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 في الحقيق يوجد أوقات كذابة أوقات لكون فيها بعيدة بعض اللعبة يذهبون إلى بعض الأندية ثم يذهبون إلى بعض الأندية هي مواقف مواقضة بعض الشيء في هذا الوقت التاريخي نحن متأكدين أن إيطاليا سوف يتم نحن متأكدين أن إحنا سوف نرجع مرة أخرى مثل وقت من الأوقات في نفس التوقيت بعد فوز المنتخب الإيطالي باليورو للمرة الثانية على التوالي تبتعد إيطاليا عن كأس العالم إيه هي خطة التطوير اللي في الكرة الإيطالية عشان نشوف لإيطاليا لعبين موهبين يقدروا يمنحوا لإيطاليا سيطرة على منتخبات العالم كالليا الشرف أنا أشتغل أربع سعيد في الإنتر مع منشيني أعرف كثير من الأشخاص عن الخواص لها عن الخواص الرئيلي وأنا متأكد هو أظهر عمل رائع مسرحي قوي جدا خلال كأس الأمم المربية ولكن أنا متأكد بالأيدي لروبرتو منشيني مع الأشخاص القصبي سوف نكون فريق وطني قوي جدا جدا في بعض المنتخبات في العالم حين لا يصعد منتخب كبير زي المنتخب الإيطالي إلى كأس العالم يرحل المدرب لماذا لم يرحل منشيني هل لسبب خطة طويلة الأمد مع روبرتو منشيني هل أنت واصقين في روبرتو منشيني لماذا لم يرحل بعض المنتخبات تأخذ القرار السريع وربما السهل القرار يجب أن يتم إيقالة منشيني سؤال صعب جدا يتم توجيه ليه لكن إيقالة منشيني أو إيقالة أي مدرب يتم اتخذه من خلال اتحاد القرى يعني روبرتو هو مدرب رائع هو شخصية هو شخصية قيمة هو شخصية قيمة لدينا أنا أنا بشكره وبهني على كل اللي عمله في السنوات الماضية وبتمنى أن يستمر أكثر من ذلك ويستطيع أن يظهر ويستطيع أن يظهر كثير من هذه المواهب الجميلة ويستطيع أن يرجع إلى البطولات مرة أخرى من الشخصية ويستطيع أن يستمر سؤال القادم ليه إيطاليا متأخرة جدا في عملية امتلاك الأندية للملاعب لا يوجد غير ثلاث أندية فقط تملك ملاعب في إيطاليا ليه متأخرين فده؟ لأن في إطاليا لأن الأندية القصة الملك لهم الفرق هذه السنوات استطاعت أن تؤجر بعض الاستداد من خلال الاتحادات ومن خلال الحياة الخاصة بالمدينة لأن بعض الأندية لديها ملكيتها في هذه الملاعب ولكن في السنوات القادمة سوف يتم إنشاء بعض الاستدادات الجديدة لأن سوف يكون بعض معاقد بعض الشيء من ناحية السياسية من ناحية جماهيرية مثل جماهير الإنتر وجماهير الميلان ولكن في احتياج لبعض الوقت لبعض الإنشاءات الجديدة أندريا باتي رئيس لجنة المسابقات بربطة الدوري الإيطالي أنا بشكرك شكرا جزيلا وبشكرك كمان على التعاون اللي أنت أبديت لنا في هذه الحلقة وأيضا أبديت لي الكرة المصرية بشكرك شكرا جزيلا يعني مدخلة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية والراجل أنا بصراحة قال كلام عظيم جدا قال كلام في منتهى الأهمية بس أكتر حاجة أكتر حاجة مسكتها منه وعجبتني قوي فكرة أنه بيقول أن إحنا ما عندناش مانع نتعاون مع الجانب المصري نتعاون مع ربط الأندية المصرية ونسمع منهم ونديهم استشارتنا إزاي يتعاملوا مع الكرة المصرية وده كان الهدف الأساسي من أن الراجل ده يكون موجود معنا عبر زوم النهاردة أن إحنا نستفيد من خبرات الناس اللي بار نستفيد الدور الإيطالي واحد من دوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الدور الإيطالي كان في وقت من الأوقات هو الدوري رقم واحد في أوروبا عندهم خبرات كبيرة وعلى فكرة عندهم ظروف صعبة مروا بيها وعندهم مشاكل مروا بيها وبيتخطوا هذه المشاكل وبيتخطوا هذه الظروف مفيش مانع نخبط الباب نقول يا جماعة عايزين نتعاون معاكم عايزين نسمع منكم عايزين نعرف منكم طبعا أنا أسئلت في الأول حاولت تفاهمه أنا بسألها ليه عشان هو طبعا بالنسباله أنا بقول كلام مش مفهوم كلام غريب يعني ايه المباراة بتتأجل يعني ايه المباراة بتتأجل عشان خاطر منتخب ولا فريق بيلعب في ارتباط قاري يعني كل ده إجاباته قد تبدو اللي هو إيه أنتوا بتقولوا لي إيه ما الحاجات دي احنا ما نعرفهاش أصلا هو في حد أصلا بيحصل له كده إن هو مش عارف إن احنا بنعمل كده عادي هو بالنسباله الحاجة غريبة قالك لأ الفرق بتلتزم بالأجندة بتاعتها الفرق بتبقى عارفة مواعدها من أول السنة الفرق عارفة ارتباطاتها القرية المنتخبات عارفة ارتباطاتها بالأجندة الدولية وما فيش أي مشكلة أصلا تسمعت قبل كده عندنا مشكلة أكيد مش هيبقى فيه مشكلة يعني مع كامل اللي احترام للأندية بتاعتنا العظيمة مش هيطلع اليوفي يقول أنا عايز أجل المباراة في الدولي لمدة شهر عشان خاطر أنا بمثل إيطاليا مش هيطلع ميلا يقول أنا عندي ثلاث مباريات في الدولي مضغوطين ولعبتي مع المنتخب الإيطالي فأنا محتاجة أجل لي مطشين فيش كلام ده فيش خالص يعني عادة عادة الموزيع ما بيبقاش حابب يسأل أسئلة للضيف يحسها أنها أسئلة سازجة أو غريبة بس أنا سألت الأسئلة دي عشان أشوف استغرابه عشان حضراتكم معايا تشوفوا استغرابه بتعملوا إيه يا جماعة الكلام ده ما بيحصلش الكلام ده ما ينفعش الكلام ده مش موجود هو أنا يعني أنا بسأله حضرتك بتأجيل مباريات في الدول الإيطالي ولا فيه اليوبي ولا ميلاً ولا إنتر بيجوا يطلب منك تأجيل مباراة أنا مش عارف إنه هو هيقول لي أنت بتقول إيه أنا فهم بس عشان لما حد يقول لك إيه ما الكلام ده بيحصل في الدنيا كلها والمشاكل بتاعتنا ديت ما شابه مشاكل بلاد برة وإحنا ديه كل شوية نقول إحنا مش عارفين ومش فهمين يا سيدي قول مش عارف وتعلم إيه المشكلة في كل حاجة في حياتنا في كل مجالات حياتنا بنتعلم من اللي سبقونا إحنا نسبق في حاجات يبقى الحمد لله هم سبقونا في حاجات يبقى نحاول نوصلوهم بسرعة نحن ناخد خبراتهم والدنيا تبقى سهلة كده لكن إحنا باللف في دايرة مقفولة اللي بقى أكلمكم عنها كل يوم هي نفس الدايرة هي نفس الدايرة فتعالوا نطلع برة من كام يوم جمنا لكم موديل الاتحاد الإنجليزي السابق النهاردة رئيس لجنة المشابقات في الدوري الإيطالي ومتقول ليش يا عم انت جايب لي دول ليه يعني هم دول هم دول اللي أنا هعرف أستفيد منهم آه نعرف نستفيد منهم آه أنا فاهم إن هم بعيد عننا بيد عننا بسنوات طويلة وعديدة بعيد بس تم نقرب احنا نبدأ كل شيء نقول لنفسنا لا 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 فارق كبير أوش آه طب هندايق الفارق ده ازاي لا 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 الفارق كبير أوش آه يا سيد طب هندايق الفارق ده ازاي لا لا بقولك أنا بقولك الفارق كبير أوش طب ما تشالله نشتغل ما تشالله نتحرك الراجل طوعية وهو معنا النهاردة بيعرض التعاون مع الجانب المصري مع رابطة الأندية المصرية عشان يديهم من خبرات الدول الإيطالي يا سلام هداية ده أنا هداية النهاردة على الهواء لو أنا طلعت بحاجة في المداخلة دي فأنا طلعت بالهداية دي وطبعا هو كان مستغرب الكلام عشان ما بيش حد مرة يكلمه من هنا طبعا من عندنا وقال له انتو بتعمله ايه هو ما يعرفش قصة احنا عايشين كده والراجل بيقولك انتو بلد كبيرة منتخب كبير وتكلم على هيكتور كوبر تكلم على محمد فاكين هيكتور كوبر احنا سمعتنا به هيكتور كوبر زي الفل اللي ماشيناه تمشيها صعبة ومحمد صلاح وانتو المفوض بلد بتحب الكورة وبلد كبير فانتو المفوض الأمور تبقى عندكم منظمة اكيد يعني ده المكسب اللي اطلعنا به النهاردة في هذه المدخلة ومكسب كبير جدا وضخل اهو مرة اخر رئيس لجنة المسابقات بالدولة الايطالي يعرض او يعرض على الجانب المصري رابطة الاندية المصرية التعاون بشأن تنظيم المسابقات ده اللي حصل منذ لحظات فيه بعد كده هدية الهدية وصلت ترجمة نانسي قنقر